أعداد متزايدة من النازحين من المناطق التي تقصفها قوات حفتر في العاصمة الليبية طرابلس وسط تفاقم المعانات في ظل غياب المساعدات ونقص السيولة النقدية بالمصارف وشح الأدوية بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن بحث تدابير لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة ارتفاع كبير في الأسعار وأزمة في توفير السلع الأساسية والوقود في ظل المعارك المستمرة منذ قرابة أسبوعين وما يزيد من قلق المواطنين هو تطور حدة الاشتباكات التي دخلت مرحلة القصف الصاروخي من قبل قوات حفتر معرفة أعداد القتلى إلى 205 كما أصيب أكثر من 900 آخرين بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الأمر الذي يدفع كثيرا من المواطنين للفرار من منازلهم دون مؤنن أو أموال تعينهم على تدابير احتياجاتهم في المناطق التي ينزحون إليها وزير شؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق يوسف جلالة قال إن عدد النازحين وصل إلى 20 ألف مواطن والأعداد في تزايد المستمر بسبب الوضع الإنساني السيء كما تسبب النزوح في ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق الآمنة والأسيما في وسط طرابلس بأكثر من النصف وإلى جانب المعارك البرية يشرن الطرفان غارات جوية يوميا لا يسلم المدنيون من نيرانها كما تفاقم المعارك من خسائر الممتلكات الخاصة والعامة وتضرر البنية التحتية ولأسيما خطوط الكهرباء وتهدد بتعطيل إمدادات النفط وزيادة أعداد المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وضع سياسي وعسكري معقد يلقي بظلاله على الواقع المعيشي للليبيين بينما تسود المخاوف من إطالة أمد المعارك التي انطلقت بهجوم القوات حفتر على طرابلس وتصدي قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اعتراف لبيوس في تغيير الواقع وإنقاذ الليبيين مما حل بهم نتيجة تضارب الأجندات الإقليمية والدولية في هذا البلد